هنستنزم حضرتكم في أرض سريع كده قبل ما نستمع للزملاء الأعزاء هنتكلم فيه عن المعجم وقالية العمل كان الهدف بتاعه وبعض التفاصيل إن كنت تفضل باستاذ دكتور ريسيف بعطاء بعض التفاصيل المعجم كان البداية إحنا لما التقينا وكان لما دشنت المجموعة وأعلن عنها وتم انضمام مجموعة كبيرة ودي كانت القلاصة يعني المجموعة اللي اشتعلت واللي سجلت في المعجم دي كانت القلاصة اتفقنا من أول اجتماع من الاجتماعات بتاعتنا على آلية العمل وتفاصيلها وحددنا الهدف وكان الهدف بتاعنا واضح إن احنا هنجمع ونصنف ونعرف المصطلحات التربوية والنفسية المتعلقة بزاوي الاحتياجات الخاصة ونحاول بنقدمها بشكل مختلف إجرائي يعني إلى حد ما بطريقة إجرائية علمية عشان يكون زاد للباحثين اللي مهتمين بهذه الميادين وفي زاد الوقت أيضا للراغبين للعمل في هذه الميادين المعجم مصفو شارك في إعداد المعجم 27 من العلماء والخبراء والباحثين من مختلف الدول العربية نعرفهم بعد لحظة شارك معنا مجموعة من مصر والمملكة العربية السعودية والعراق والمغرب والجزائر والسودان في تخصصات مختلفة وده برضو من مزايا المعجم زي ما احنا نعرف بعد لحظة أن ما كانش فيه تخصص واحد لا ده كان فيه تخصصات من مختلفة ده كان فيه تخصصات في التربية الخاصة في المناهج وطرق التدريس في اللغة العربية وآدابها في فقه اللغة في البرمجة اللغوية العصابية في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية في اللغة الفرنسية وده كان من عوامل قوة ودسامة هذا المعجب حابب نذكر كل المجموعة اللي اشتركت في هذا العمل وحابب في البداية أن أنا أقدم لهم كل الشكر وكل التقدير وكل الامتنان على هذا العمل طوال هذه الشهور هذه المجموعة عملت بجد وإخلاص لشهور طويلة جدا وأنا أعي كم الجهد وكم التعب في سبيل إخراج هذا العمل وده بشكل تطوعي تماماً بنسبة مليون في المية وهم عارفين أن ما فيش أي عائد من وراء هذا العمل إلا زكاة العلم إلا تقديم خدمة للباحثين في هذا الميدان فأنا حابب أقدم خالص الشكر والتقدير بداية للأستاذ الدكتورة مارو الباس وإحنا هنستمع عليها بعد اللحظات وهنقدمها أيضاً أخي العزيز الأستاذ الدكتور محمد جمع وأستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة المينيا وكان ليه جهد غير عادي في ترجمة المصطلحات باللغة الفرنسية وكان ليه جهود رائع أيضاً الأستاذ الدكتورة رجاء بن حيدة وأستاذ النقد البلاغي والعروض في المملكة المغربية أيضاً قدمت جهد أكثر من رائع أخي العزيز الأستاذ الدكتور إبراهيم فريج وأيضاً هنستمع ليه بعض اللحظات وهنقدمه إن شاء الله الأخت العزيز الأستاذ الدكتورة رشا صبحي حجازي وأستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الخاصة في كلية علوم زو الإعاقة والتأهيل في جامعة الزقزيق أيضاً جهد متميز أخي العزيز الأستاذ الدكتور سليمان رجب الشيخ في ناس في مجموعة بأمانة من الزملاء أنا التقيت بيهم وتعملت معهم وجها لوجه قبل ذلك لكن في مجموعة يعني أنا تسبتها في هذا المعجم من ضمنهم الأستاذ الدكتور سليمان كان موزج من النمازج المنتازة الدقوبة الحريصة وهو أعتقد فاز معانا كمان في مسابقة التحدي التأليف السريع وهينشر ليه كتاب قريباً إن شاء الله وأيضاً رفيق الدرب معاه كانوا توأم هما الاثنين هو الأستاذ الدكتور نادر صلاح السعداوي أستاذ في التربية الخاصة في قسم التربية الخاصة بجامعة الطيبة في المملكة العربية السعودية أيضاً وقت العزيزة لأستاذ الدكتورة فاطمة محمد البنداري وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة الموسى العراق أيضاً من النمازج المتميزة واللي قبلت بلاء أكثر من رائع الأخت العزيزة لأستاذ الدكتورة اسمحوا لي معاليش يعني أنا حابب نذكر الأسماء لأنه ده ميدان الشكر أن أنا أقدم بخالص الشكر والتقدير لأن هذا المنتج هو نتاج فكر وتعب هذه المجموعة فمعزرة للإطالة يعني في ذكر الأسماء أخت العزيزة لأستاذ الدكتورة مهى عبدالغني الصيفي وأستاذ المناهج وطرق التدريس في قليلة التربية جامعة المنوفية أيضاً كان لها جهد غير عادي في ترجمة المصطلحات للغة الفرنسية أيضاً لأستاذ الدكتورة أيضاً جدمت دور غير عادي أيضاً في المساعدة في ترجمة المصطلحات وعرضت المصطلحات على زملاء لها في دولة فرنسا فكان لها دول أكثر من رائع في تبقيق المصطلحات باللغة الفرنسية أيضاً الأخت العزيزة لأستاذ الدكتورة رقية أحمد الحب وهي يعني زميلة لنا في الهيئة الاستشارية العليا وهي نموذج رائع ومتميز في المنصة الأستاذ الدكتورة نور أبو عيشة أيضاً كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة قاصد مرباح وارفل الجزائب أيضاً من النمازج الرائعة وقدم الجهد غير عادي الشباب أيضاً المتميزين فريق العمل اللي كانوا صاحب واحنا حرصنا زي ما هنيجي نتكلم بعد لحظات مع الدكتور إبراهيم أن احنا نعمل داخل المجموعة مجموعة جزئية وكان أداءها وقبلت بلاء أكثر من رائع الدكتورة نوها محمد عرندس مدرس التربية الخاصة بكلية التربية جامعة العريش أيضاً الأستاذ الدكتورة بشرة كما الأستاذ النحو الصرف في جامعة مولاي إسماعيل مكناس بدولة المغرب الشقيقة شكراً على تعبك ومجهودة الدكتورة نوها محمود عبد الفتاح الخميسي أيضاً مدرس التربية الخاصة إن شاء الله مدرسة دكتورة نور كلية التربية بجامعة العريش أيضاً قبلت بلاء أكثر من رائع أيضاً تلميزة العزيزة الدكتورة انتصار فرغلي هو فيه ثلاثة في هذه المجموعة أنا حابب نشكرهم شكر خاص ومميز ولجل حسن الطالع إنه هما الثلاثة وراء بعض جاء ماناً يعني الثلاثة دول هما من الشباب الباحثين ولكن كانوا يعني أكثر من رائعين وأحياناً كان بيحصل دروبات وناس بتعتذر وناس تقصر في العمل وناس المنتج ما يكونش قوي فأنا يعني كان اعتمادي على الثلاثة دولة يعني ما قصدتهم في حاجة سريعة عاجلة إلا وأدوها بشكل رائع يعني الدكتورة انتصار في كل مراحل المعجم والترتيب والتدقيق لحد المساعدة في العرض اللي قدام حضراتكم دهو أيضاً الدكتورة رحاب عبد الحميد أيضاً من النمازج المتميزة أنا أعتقد دروبات أو حرفين كنا محتاجين نحن ندور على زيادة وأنجزت إنجاز غير عادي أيضاً الدكتورة رودينا خيري يعني دخلت متأخر معنا ولكنها قبلت بلاء الزويل وفعلاً كان فيه عندنا برضو دروب في حرف من الحروف أو اثنين تقريباً وأيضاً قبلت بلاء حسن وبسرعة غير عادية فأنا حابب نتوجه لهذا السلاسي بشكر خاص وإن كان الشكر موصول طبعاً على ذات القدر للجميع أيضاً الدكتورة طبعاً يعني حتى لو باحثين في درجة الدكتورة إن شاء الله دكتور هو فألة حسن ريم حسن الشاعر أيضاً كلية التربية جامعة العريش أيضاً تلميذ العزيز الدكتور وليد أحمد حسن إن شاء الله دكتورة أيضاً مناهج وطرق التدريس هو أخذ المجلسير من كلية التربية جامعة الفيوم لكن هو مسجل معي دكتورة إن شاء الله في كلية التربية جامعة أسيوت وأيضاً تلميذ العزيزة النرمين محمود وهي باحثة ماجستير عابب برضو نقدم شكر خاص ومتميز لهذا الفريق العمل الرائع فريق المراجعة اللغوية لأنه فعلاً أبله بلاء أكثر من رائع وأكثر من متميز بقيادة أخت العزيزة الأستاذ الدكتورة أميرة زوبير سامبس وإحنا هنستمع لها بعد لحظات أيضاً الأخ العزيز الأستاذ الدكتور صالح فليح عميد كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بمينيسوتا أيضاً الأخ العزيز الدكتور بدر العربي من المملكة المغربية الأخت العزيزة الدكتورة ميمونة بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية أيضاً الشعر المتميز الدكتور خالد الأغا من الشعراء المتميزين ومن أصحاب الآياد البيضاء على المنصة دايماً بأبيات الشعر وهو لي مجموعة من أبيات الشعر في مقدمة هذا المعجب معزيراً للإطالة عليكم ولكن هذه المجموعة الأكثر من راقية والأكثر من متميزة هذا هو ميدان شكر زي محضراتكم عارفين المعجب باللغة العربية والمصطلحات باللغة الإنجليزية والفرنسية المعجب في 481 صفحة في حوالي 1600 مصطلح بالضبط 1598 مصطلح المصطلحات رتبت من الهامزة إلى الياء فيه عندنا مجموعة من الحروف يعني كانت كثيرة ومتميزة كان أكثرها حرف الهامزة زي ما قدرتكم شايفين 364 حرف يليه الميم والتاء والنون والباء أقل الحروف ودي طبيعي طبعاً حرف الزاء ثم الباء والغين والضاد والزاي وذول كانوا أقل خمس حروف في المعجب عندنا مجموعة متميزة متخصصين كانوا في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية شاركوا في تدقيق الترجمة للمصطلحات أيضاً المعجم عرض على مجموعة من الخبراء والمتميزين في هذا الميدان وراجعوا ودققوا هذا المعجم وقدم أيضاً للمعجم الأستاذ الدكتور حسن شحاته وهو أيضاً واحد من الناس اللي عملت معجم للمصطلحات التربوي زي ما نعرك بعد لحظات وسقت المراجع في النهاية وكان فيه العديد من المراجع اللي تم الرجوع لها بـ A6 برضو علشان نضبط المعجم علمياً تم عمل مقارنة ما بين المعجم وبين أكتر من 15 معجم في ذات السياق إما زو احتياجات خاصة تفصيلي أو المصطلحات التربوية بصفة عامة والحمد لله هذا المعجم يعني تميز على تقريباً كل هذه المصطلحات في الكم والنوع حتى في طبيعة التعريف لأن احنا حتى لما كنا بنعرف بنروح لأكتر من معجم وبنرجع أحياناً للأصول للمصطلحات ونحاول نضع تعليم تعريف إلى حد ما يعني هو مش إجرائي بالتأكيد بالكامل لكن إلى حد ما كثير من المصطلحات كانت تعريفتها إجرائية دقيقة كانت جامعة مانعة إلى حد ما من المقارنات نمازج من المصطلحات من المعاجم اللي احنا قارننا معها معجم الأستاذ دكتور حسن وهو قدم أيضاً لهذا المعجم وهتجد التقديم بتاعه في صدر المعجم وبعض المعاجم والقواميس والموسوعات اللي كانت موجودة وكل هذه الموسوعات والمعاجم كلها متميزة وأكثر من رائعة يعني معجم أخونا الأستاذ الدكتور محمد السيد علي الكسباني من عليه رحمة الله ربنا يرحمه أنا شرفت بزمالته وبجواره في جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية هو عالم جليل نسأل الله عز وجل أن يسجي العمل وهذا في ميزان حسنات وربنا يرحمه ويحسن إليه يا رب المعجم من دواعي تميزه هذا الكم يعني معظم المعاجم بيعملها واحدة أو اثنين أو ثلاثة نادر لما يكون في معجم بيعملوا 27 أيضا المعاجم إلى حد ما معظمها في زوال الاحتياجات الخاصة كانت بتركز على نوع معين زي صعوبات التعلم أو مصطلحات نفسية لكن احنا إلى حد ما كان أكثر شمولا وضمن معاه كمان الموهوبين والمتفوقين أيضا معظم المصطلحات في الغالب الترجمة باللغة الإنجليزية فقط لكن احنا كان معانا اللغة الفرنسية أيضا هذا الكم يعني زي ما قلت لحضراتكم تقريبا احنا ضعف في معظم المعاجم ونضرب لحضراتكم مثال مثلا يعني معجم الدكتور إسماعيل عبد الفتاح 530 صفحة كان حرف الألف فقط في 175 احنا كان حرف الألف 300 أو الهمزة 364 سريعا إن شاء الله أتمنى أن احنا يكون معانا طبعة تانية من المعجم ده وأتمنى أن احنا يعني نعيد تشكيل فريق بشكل متميز ونزود فيها دكتورة أميرة جرعة اللغة العربية لأن هذا العمل يعني ضخم إن احنا نضع تأصيل لغوي لكل المصطلحات يعني هذا التعريف للمصطلحات اللي موجود في المعجم تعريف استلاحي هنحاول بقدر الإمكان وده الطموح إن شاء الله نضع تعريف لغوي نرجع هذه المصطلحات لوصولها اللغوية مع طبعا المراجعة والتدقيق والإضافة لكل ما هو حديث أتمنى ذلك إن شاء الله شكرا لحضراتكم